طيب بصراحة كده أنا عندي شقين عايزة أتكلم فيهم الشق الأولاني بيتعلق بانتقاد موسماني واضح إنه هو يعني إيه شيء لابد منه إن الناس كده حفظه أو جماعة موسماني بيكسب بيخسر إحنا لازم منتقده أنا هنا كلامي موجه لبعض المحللين بعض المحللين وأنا حقول لكم حاجات أنا عارف أن أقول لكم إيه كويس قوي بقى وده على مسؤوليتي أنا يعني على مسؤوليتي الشخصية معظم أو بلاش معظم بعض محللي كرة القدم اللي بيطلعوا له حراركم بتشوفوهم كده على الشاشات بعضهم بعضهم عشان كلم يبقى إيه مظبوط اللي بتشوفوهم على الشاشات بعد المطشاط أو خلال البرامج أو أي حاجة بعضهم والأغلب شوية ما بيتفرجوش أصلا عن مطشا أصلا أنا عارف أن أقول لحرارتك إيه هو بيعمل إيه يقول لك تعال النهاردة مطش الأهلي مثلا وأي حد فيقعد كده يعمل أي حاجة يرغي يمسك الموبايل يأكل يشرب البعض ماشي ومطش نختص هيا جماعة مطش خلص كام الأهلي كسب طب ماشي تعال نشيد بالمسلماني ونحاول بقى أن إحنا نأمل إيه يعني يعني تابعنا المطش ونقول لك بس هو غلط في كذا أو عمل كذا أو كلام منت يعني هو لازم برضو إيه ننتقد طب لو النتيجة مش فوز الأهلي النتيجة خسارة الأهليات لو أقول لك إيه أصل مسلماني مدرب تعبان أصل هو لازم يمشي وهو أصلا ما تفرجش على المطش اسمع مني والله العظيم اللي أنا بقوله لحضراتكم ده بيحصل بعض محللي كرة القدم من من هم مارسوا هذه اللعبة ما بيتفرجوش على المطشات قبل ما يحللوا وقبل ما يظهروا لحضراتكم ويقولوا لحضراتكم وجهة نظرهم في المطش فده بيحصل فبالتالي أنا مستغرب يا جماعة وراجل ده عمل لكم إيه يعني الأهلي أخسر من سان دونس هل الخسارة معناها أن المدرب وحش مجرد خسارة معناها أن المدرب وحش ولا بمفروض كمحلل أنا راجل مش محلل يا جماعة أنا واحد مشجع بحب الأهلي جدا إعلامي بس مش خبير تحليليا أنا بتكلم بصراحة أنا مش خبير تحليلي بس مش معنى أن الراجل خسر أنه هو يبقى وحش أو غلط أو فيه أخطاء وارد إن يكون فيه أخطاء بالمناسب لكن ما ينفعش أقول أنه هو لا يصلح ما ينفعش خالص حضرتك بتحسب أو بتقيم إزاي إن المدرب ده كويس ولا مش كويس طيب ببص على الأرقام شوف المدرب ده بيوصل الفرقة لمرمى المنافس قد إيه عد كده اتعب نفسك زي الشباب اللي يفرحوا اللي إحنا بنتفرج عليهم وبنشوفهم ساعات فيه شباب ممتازين وفيه محللين كرة قدم ممتازين بالمناسبة وبيتفرجوا فيه كده وفيه كده بس الشباب بصراحة ليه بتحس أنه هم بيتكلموا وبيقنعوك في التحليل عشان بيذكروا منتهى البساطة لعيب الكرة السابق مع كامل احترام لبعضهم لبعضهم يعني بعض من لعيب الكرة السابقين بيعملوا إيه ما بيتعبوش نفسهم بيعتمدوا على الخبرات مش بيتفرجوا مش بيذكروا مش واخدين أنه دي شغلانتهم مش واخدين أنه فيه ناس من اللي بيتفرجوا عليهم بيصدقوهم عشان هم لعيب كبار فأنا بطلب من لعيب كرة القدم المحللين حاليا إنهم يذكروا ما فيهاش أي مشكلة من بعضهم إنهم يذكروا لما هتذاكر هتقدر تقيم صح مش هيبقى العنوان الرئيسي بالنسبة لك والتوجه الأساسي بالنسبة لك إنه أنا أطلع أنتقد مسماني إنه أنا أطلع أطع في الرجل ده اللي هو إزاي الرجل ده ماسك الأهلي الرجل ده ما ينفعش لا ده من الصح لأنها سمعت أحد المحللين اللي لعبوا كرة عشان الأهلي خسر ومسلماني خسر فقال لك الرجل غلط وإزاي يلعب مش عارف بتلاتة وإزاي يلعب مش عارف كم وأصلا مش واخد باله الأهلي لعب بأني طريقة سواء في المطش ده أو حتى أما أتكلم على المطش المقص والله قال طريقة لعب الأهلي في المطش المقص قالها غلط قالها غلط مش بقولك إن أنا بفهم بقى وإن أنا جامد لا أنا بقولك فعلا هو قالها غلط فدي أمثلة للأسف الشديد من غير مذكر أسماء بس الأسف الشديد ما تسدقوش يا جماعة كل الناس اللي بتقدر ترجمة نانسي قنقر